تحية للعمل في شمس الفام شكرا لكل مستمعها في داخل تونس وخارجها يعتك صحة مراد على الصحف بجريدة الصحافة قبل من امشي تصريحات رئيس الجمهورية وايضا الوضع في دار سنيب لابريسليوم نخصله محور في هذا الجانب الوضع اللي كان نحكي فيه مصطفى عبد الكبير واتفاقيات ايطالية واوروبية ايضا بريطانيا تذهب نحو هذا الاتجاه في تشديد الرقابة وقوانين حتى مخالفة مع الستير الأوروبية في حد ذاتها ننتظر أيضا المحكمة الأوروبية ممكن تنظر في هذه المسألة على كل مراد على الليلة مرصد حقنسان يستغرب الخطوات المخيفة لإيطاليا ماذا ننتظر من نتائج بعد هذه الاتفاقيات يعني في البداية زمن الوجه وتحية للمرصد المجهود يقوم به مصحب الكبير لأن هذا الدليل على المجتمع المدني والوسائط التقليدية اللي برش ناس في أقبل الأوقات تحطت حتى لنهايتها هذه موجودة وقادة تدخل وترصد في مسائل مهمة جدا تهم التوانسها سواء المقيمين في تونس ولا لخارج تونس وبإمكانها أن تزدي خدمة للدولة التونسية وحتى للسلطة القائمة ونذكر منها قبل أيامات كيفاش بعض الناس للأسف خذات المربما الحامية والحسابات الخاطئ لأنهم قللوا حتى ينووا بالموقف الإيطالي كيفاش إيطاليا متحمسة تونس حابت عاونها في ملف صندوق النقد الدولي لغير ذلك والحال أنه وقت يتعلق الأمر بالمصحة الخاصة هذه الدول الغربية للأسف ما تفكرش فينا وتتعامل معنا بأنه إحنا حراس عندها وبوليسية في جنوب المتوسط ومصحة تقبل كل شيء وميقول لفرنساوي مراد عليه لا سويني باكبات لك مش من مش على خطر عينيك حلوين راهو حب نعتيك ولا سويد عينيك على خطر عيوة هذا هو يعني يعني اليوم وخاصة مع الحكومة اليمينية هذه المتشدة ومش فقط حكومة هذه ثم ثوبت في الإدارات الغربية أحيانا ساعات حتى في تحليلنا أن نحاول وهكذا الميزو شوية بأنك مسحة متاع اشتراكية مسحة متاع يمين يساري لغيرك لكن راهو الإدارات الغربية إدارات معناها حكوماتها سواء كانت منها ولا منها هي نفس الوجهين نفس العملة الواحدة اليوم تونس حنوين من هذا الكل راهو عنا يعني عدد كبيرة من المهجرين غير نظاميين تقريبا على تلسة الاف مهجر غير نظامي نلقا فيهم الف يخرجوا من تونس هما من جنسيات تونسية بما معناه أن الدولة تونسية لازم تضع في اعتبارها كل هذه التغيرات في المستوى الأوروبي وخاصة على مستوى القوانين في التعامل مع هذا الواقع للأسف إحنا في التعاطي مع المسألة هذه وحتى مع مسألة أخرى متهمنا الداخل نختلفوا على الغرب لأنه إيطاليا شوف ما قلقاش أن تعمل تشريعات منافية حق الإنسان تعمل تشريعات تضرب بها عرض الحائط حق الإنسان والمعايير الدولية لا يعطيونيش دروسا بعديك نفس الشيء لا يعطيونيش دروسا بعديك في حق الإنسان ونفس الشيء رغم الهيئات الموجودة محكمة أوروبية وحتى القضاء الإيطالي نفسه لو نتوجهه وسمى الشفافية وسمى حوار داخل المجتمع الإيطالي وسمى إعلامي تحدث إلى غير ذلك وسمى بعض كثير من الجرائم التي تمثل المهاجرين أنه غير نظاميين يكشفها الإعلامي الإيطالي أحنا هنا شنو اللي مقلقني أنا مقلقني أنه هالجهد اللي يعمل فيه المجتمع المدني وهالمحاولة متع تسليط الضوء على مشكلة ما تقوم به إيطاليا وغيرها أحنا الأسف على مستوى رسمي وسمى مش تفاعلوا بصراحة يعني اليوم هالرحلات اللي فوق الملوقات كانت يقال أنها سيرية شيئة بطفة النفيذة وشيئة بطفة تبارقة وشيئة بطفة اليوم دولة التمسية والسلطة ووزاة الخارجية والداخلية المطالبين أنا مصارح وتوانسة ثم منه هذا المثاميش اللي قادرين رحلوا فيهم كل جمعة ولا كل يومين ثلاثة ورحلات نسحتها الأربعين في الجمعة وستين وسبعين ثلاثة ألاف شخص كما قالت الشروق هل قالوا هذا صحيح ولا إذا كانوا صحيح أولا الساعة نتعامل بالمثل مع إيطاليا موانتحث ولا السيادة ولا ندية هذه هي والثانية نبحث في الحلول العميقة المتكاملة لفئة البارد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نمشي إلى مستوى آخر رئيس الجمهورية قيس عيد يقول بعضهم يرقص على الحبال وعلى الجميع داخل الدولة الالتزام بالقانون وبواجب التحفظ قبل ما نسألك مورد على الليلة من هؤلاء الذين ينقصون على الحبال حب نسمع ونسمع السيدات والسيدة المستمعات والمستمعين هذا تصريح لرئيس الجمهورية يوم أمس من قصر قرتاش على الجميع داخل الدولة أن يلتزم بالقانون وأن يلتزم خاصة بواجب التحفظ لأنه مسؤول داخل الدولة ويقفي البعض ويقول البعض من الرقص على الحبال داخل الإدارة وفي عديد المرافق ومثل هذه التجاوزات لن تكون مقبولة أبدا ولا بد من أن يتحمل تبعاتها من يعمل على مواجهة هذا المسار نحن نحتكم إلى القانون ونعمل على الاستجابة لمطالب الشعب كثيرون يعتقدون أنهم فوق المساءلة أو أنهم يمكن أن يعربد في أجهزة الدولة ولكن لن يكون لهم مكان بأجهزة الدولة إذا كانوا سيعملونه ضد إرادة الشعب هذا تصريح رئيس الدولة يوم عمز من قصار القرطة الجمهور تعليل في شكون يقصد الرئيس شكونهم يرقصوا على الحبال وضرورة الالتزام بوجبة تحفظ ربما ننتظر اليوم بعض المفسرين من العادة اللي مش يطلع ربما يعطيوننا إشارات لشكون يقصد رئيس الجمهورية لكن دعني نقول هذا الكلام هو كلام جميل صراحة يعني نكون حتى نتبناه وسمعته حتى على لسان قيادات في المعارضة يعني تحثوا على الوهن على الفساد على برش حاجات على وجب تحفظ على هيبة الدولة إلى غير ذلك لكن وقت يقوله رئيس الجمهورية اللي من أكتوبر 2019 موجود في قصر قرطاج ومن 25 إلى 21 موجود تقريبا ويمسك بالسلطة بكل مفصلها وبكل مكوناتها وكنت تحثوا على حكومة عن تتوقيع بتعمل عامين يعني السؤال يطرح شكون المقصود يعني هذا خطاب انتخابي أو مخرش من المنطق الحاملة الانتخابية صحيح كلم جميلي وغازل التوانسة يطمن التوانسة أنه راه ثم شكون لا يزال يتمسك ويتحدثوا بصوتهم وبوجدانهم لكن راه اليوم اللي يطلع بها الحكم يجب أن يمارس السلطة وأن يعالج هذه الملفات يعني اليوم كنت تقول عندك إشكال في الإدارة احنا كنا نفاخر بالإدارة التونسية وتقول اليوم ما ثم خلل داخل الإدارة التونسية هذا من واجبك لأنك نتقال أربع سنوات الآن في قصة قارتاج منهم سنتين تقريبا تمسك بكل دولي بالسلطة وتتحدث على الفساد وحماية المبلغين على القضاء ولكن مورد عليلة مفهمناش البارح رهو تصريحات رئيس الجمهورية شكون اليوم بش يقول لك أنا ضد المحاسبة شكون يقول لك اليوم أنا ضد محاسبة الفسادين ولكن البارح خطاب رئيس الجمهورية في الحقيقة في شكون يقصد وقت يقول يرقصون على الحبال ضرورة أن يلتزم الجميع داخل الدولة بالقانون وبواجب التحفظ على شكون هنا يتحدث نجمش يتحدث على ناس من خارج الحكومة لأنه واجب التحفظ على مسؤولين كبار داخل الحكومة التجاوزات غير مقبولة أيضا من يمكنهم أن يعربدوا داخل أجهزة الدولة لأن يكون لهم مكانا في الدولة فيش كون يقصد هو قدام رئيسة الحكومة وزيرة العدمر زي ما نفهم أيضا كشعب تونسي فيش كون يقصد رئيس الدولة هذا هو مطالب أو رئيس الحكومة مطالب بش توضحه لتوانسا ما نحبش أنا نمشي نقعد نفكر ونجتهد وإلا نتمد على كلمة المفسرين اللي صبوا جام غضبهم من أسبوع لفت على وزيرة الصناعة اللي تمت قالتها أنا ما احترمتش واجب التحفظ وقد تحثت على زيادة في المحروقات ورفع الدعم إلى غير ذلك يعني هل أنه المقصود الوزيرة هذه وربما أمثالها أو من الإطارات الموجودة في الإدارة التونسية اللي ربما يعملوا كيفها يعني رأوا أحيانا بعض التصريحات يعني تصريحات وزيرة الصناعة أخلت بواجب التحف هذا ما صدر عن بعض أنصار الرئيس ويتحثوا باسمه في وسائل الإعلام يعني صراحة ما شكوا نقال وقال العديد من الوزارة قاعدين يخرجوا في معلومات أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي ويصرحوا يوميا تقريبا ومش يوميا ولكن في بعض الأحيان في وسائل الإعلام وتصدر بيانات وبلغات هذا هو اللي قلق وهذا اللي يمشي كيما العادة ثم فهجوا بين خطاب الرئيس الجمهورية اللي قلت هو خطاب جميل وخطاب أن نتفاعله معه وجدانيا لكن إذا كانوا مواجه الفريق الحكومي فهو نتصور أنه توجيه في غير محله وأيضا حتى في مواجه بالتحافظ ثم أشياء في تسيير الدولة يعني رئيس الجمهورية في المطلق عندما ينتخب من الشعب لممارسة السلطة يعني مثلا ما حتشي كان يمنع أن الباركي يجتمع برئيس الحكومة يتحدث معه في شأن تسيير الدولة دون أن يعطينا هذه الألغاز أو هذه الجمال الجميع هو الخطاب تقريبا فيه برشة ألغاز ولكن في الحقيقة ما ينجم ويفهمه إلا من يكون داخل السلطة إما في الحكومة أو داخل قصر قرطاج ولكن ببعض المفسرين وهذا سؤالي لك بعض الفاصل يرقصون على الحبال يجلسون على زوز كاريسي الخيوط في بعضهم ما ننسيوش اللي قدام ورئيسة الحكومة عماد بن حليمة قالها هنا في ستوديو شمس قال يقصد في رئيسة الحكومة هذا حسب تفسيره هو بعد الفاصل مرادنا عودوا برشة المتينال صباحك غير نذكركم اللي ثمانية واربوع ضيفنا بشيكون رئيس منظمتها لأختله هي الشابي نحكيه عن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وقرض الفمي ولكن مزلنا في التحليل والنقاش مع الصحف في بيد جريدة صحافة مراد علالة اللي يشتحوا على زوز حبال واللي يجلسوا على زوز كاريسي ورئيس الجمهورية أمامه رئيسة الحكومة للمرة الثانية يعمل هذه المعادلة شوه معناها مراد يعني هو نذكروا منيه وقت تم تعيين نجلة بودن صحيح استبشرنا يعني أول مرة في تونس وفي العالم العربية قد تعيينه مراء رئيس حكومة لكن ثم الكثيرين يتحسوا وقال وراه نخشى أن تكون ربما فقط هذه صورة للتسويق وللأسف يعني هي رئيس الحكومة في الفترة لعدادها تقريب عامين تقريبا ما تركتش بصمتها هي ربما مميزة في آدائها الإدارة التقنية يعني شفناها أنه تقريبا منضبطة مجال سويزارية اجتماعات لغاية لكن إلى حد الآن المردودية والخلاج والمخرجية تم تعاملها وقيلة وزيرة السيناء تقريبا رئيس الجمهورية قال نفس الكلام بمعنى آخر وقال أنه هو ليضبط السياسة العامة للدولة وهو ويعاود يعيط لها بعد نهارين ثلاثة ويعاود نفس الكلام ويتحدث على اللعبة على الحبال وعلى غير راضي على أدائها يبدو وكما العادة للأسف في طار شح المعلومات نمشي والقراءات المفسرين والمنخرطون إلى ذلك ثم قلق بدأ ينتاب بعض أنصار رئيس من أداء رئيس الحكومة ثم حتى التلويح بأنه لما لا تغييرها حكومة جديدة رئيس حكومة جديدة للمرحلة القادمة والانتخابات وارد هذا ولا يشوف إذا كان هو وارد لمحالة لكن دائما نطرح سؤال الجدوى يعني إذا كان التغيير من أجل التغيير شنو المعنى شوفنا بعض الوزارات وقع التغيير على رأس بعض الوزارات ما تغيير حد شيء في التشغيل الصناعة وتقريبا ونقفلو الأسبوع ونفس الشيء مثل ما شوزيرها ما تغيير حد شيء الفايدة ماش في الأسماء وفي التغيير المسماء في الرؤية وفي الجدوى والفاعلية وترجمة الأقوال إلى أفعال كما نقول ديما تصريح آخر لرئيس الجمهورية ونسايدو ديكريبتي مراد المساج بتاع الرئيس نحاول ونفكو شفارات هذه التصريحات تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع ونريد أن نشق طريقنا دون أي تدخل خارجي هذا التصريح لرئيس الدولة نسمعه ونرجع للنقاش نريد أن نشق معا طريقنا بدون أي تدخل خارجي فسيادتنا ليست كلمة هينا وتونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع ومن يعتقد أنه يمكن أن يشق طريقا لنا فهو واه نريد أن نشق طريقا جديدة بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلية في تونس لا تقاس بثمن والطرق التي عبدها الآخرون أو يعتقد هؤلاء أنهم عبدوها ليست معبدة ولا هي أصلا بسلك أو طريق الرفض لتدخل في الشؤون الداخلية لتونس هذا مش أول تصريح لرئيس الجمهورية تونس تواجه تحديات كبيرة نريد أن نشق طريقنا دون يتدخر خارجي نريد أن نشق طريقنا طريقا جديدا في التاريخ بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء تونس تونس ليست غرفة للإيجار للبيع السيدة تونسية ليست كلمة هينا لا يمكن أن يقصد رئيس الدولة مرة أخرى نفس السؤال نسألك مراد على الليلة من هم في الخارج وراء البحار اللي يعملوا في الإملاءات أم في الداخل المعارضين لا هو المعارضين عندهم يدخل وعندهم ممتدداتهم في الخارج لكن قلت لك أنك كلام جميل أنا والله لسبوع اللي فات تقريبا المعنى هذا متع الكلام سمعته في مؤتمر التاريخ ديمقراطي حزب معارض سمعته لك لسان حمال همام سمعته لسان رأس الرابطة سمعته لسان العميل عامل اتحاد الشغر التمسك بالسيادة يعني خطاب معارضة بعض الخصوم السياسيين اللي للأسف وهذا من قبل الموجود مش من طوي يعني ونبهنا له حتى في العلام التونسي أنه بعض الأطراف السياسية اللي كانت حتى في الحكم في تونس كانت عندها رتيباتات وكانت عندها ولاقات لمحاور في الخارج لكن اليوم اللي يمسك بالسلطة وعنده أدوات السلطة مطالب بالفعل ومطالب بقطع الطريقة ماما هؤلاء عمليا وفعليا رأوا مش وقت نتاع شعارات ومتاع كلام جميل فقط رأوا تونس يحتاجوا إلى أنه تتسمى الأشياء بأسماءها من هؤلاء الذين يضعون الألغام ومن هؤلاء الذين على المتفجرات وبالتالي هالجهات الخارجية زيك في كيف اللي تدخل فينا وتحاول تملي يا أخي خلنكونوا واضحين إذا كان صندوق الناقض والواحد القرض متاح ومش يدلونه به فليكون موقفا واضحا ومقاش نبعثه وزير تونسي يمشي يتفاوض من صندوق الناقض الدولي هذه الترجمة الفعلية للكلام نقولها بكل صراحة في خطاب رسمي رانا ما ناشنا بش نتحصوا على قرض الفمية وما عينيش به ويزيم البتزاز ويكفي من البتزاز وننبه ونلوح بأنه وافدنا الحكومي لن يذهب في المرة القادمة هذا وقت يوالي الكلام عنده معنى وعنده دلالة قوية ونصور أنه شعب التونسي كله يمشي معه لكن أنه نتحثوا كيف نحك وفي نفس الوقت نرى أنه خبراء ومسؤولين حكومين يتحثوا أنه الأمل الوحيد متعنا اليوم هو أنه نحصوا على صندوق الناقض الدولي يقولها سلم الأهلية لا تقاس بثمن والطرق التي عبدها الآخرون أو يعتقدون أنهم عبدوها ليست معبدة ولا هي أصلا طريقة فما إشارات واضحة إلى صندوق الناقض الدولي يراكم ما تنجموش تعملوا علينا الإملائيات مش أنتوما اللي تنجموش تحدونا خياراتنا الاجتماعية والاقتصادية واضح من خلال هذا تصريح لكن رأوا الناس في السياسة وفي تسهيل الدولة نحكيه بوضوع اليوم السلم الأهلي باش ما يدخلش فيه الخارج وما يقولي شروطه لابد أن تتوفر شروطه هو مطالبته في الداخل اليوم لابد أن تكون العلاقة نقية مع المنظمات الاجتماعية نتحدث على اتحاد الأعراف واتحاد الأجراء باش ما يقولوا شروطه نحكيه باسم اتحاد الشغلة لا اتحاد الشغلة واتحاد العراف عندنا مدى من نسموش في العراف وما نشوفوش أنه السلطة تشنيئة مقاربتها في التعامل والتعاون مع القطاع الخاص ومع رجال العمل التوانسة هذو من ناس خدموا على طول البلاد عندهم منظمة عريقة ما تماش على جدوى العمل الرئيس الجبورة يبدو نفس الشيء بالنسبة للوجراء السلم الاجتماعي والسلم الاهلي هو هذائم على الطلاف الاجتماعية بطبيعة الحال إلى جانب المكونات السياسية اللي تؤمن بالعمل السياسي المدني أما نقعد نتحث بهذا الشكل ونرمي الكرة كما اتفق توجه المؤسسات المالية المؤسسات المالية كما قلنا احنا اللي مشينا لها واحنا اللي قدمنا مشروع متاع اصلاحات ونحنا نمنيو النفس ان يوفقونا على القرض متاعنا فما سؤال مراد نعتبره هنا مهم جدا هل رئيس الجمهورية لديه خيارات واضحة بديلة عن صندوق النقد الدولي ولزمها ويجب أن تكون أنية هل رئيس الجمهورية عنده هذه الخيارات الأنية في التعامع الوضع الاقتصادي والاجتماعي كبديل عن صندوق النقد الدولي على مستوى القطاب عنده قلت لك هي تقريبا نفس أو كثير من الحلول التي يراها رئيس الجمهورية تتبنى حتى المعارضة وأقصى المعارضة في تونس اليسارية والديمقراطية لكن على مستوى الممارسة ما تجريمش تمشي بالمسارين الاثنين في نفس الوقت أنك في نفس الوقت تمسك بهذا الخطاب السيادي الثوري واللي يتحدث على قائلة الشعب وفي نفس الوقت وفدك الحكومة باش يتفاوض مع صندوق النقد الدولي ويوميا نحن قاعدين نشوفه رو سمى الهبات وسمى القروض تقريبا بشكل دوري رو كينا نرجع نشوفه النسق متاعه سورة تونس على القروض ما تغيرش من الفين وحداش اليوم رو ما زلنا ناخده تقريبا بشكل منتظم أو كشنو الضمانة أنه اليوم مع السلطة هذي اللي يمكن تكون شفافة أنه القروض نعرفه ماشي حتى تقبر وكونا نعرفه لكنه قانون المالية أيضا لسنة الفين وثلاثة وعشرين مبنية على فرضية الحصول على قرض صندوق النقد اللي هو قانون المالية لكل هذي معطية قدموا فيها فقط اللي نستسمع فينا بالضبط لأنه هو قانون المالية متاع الحكومة الرئيس هذا هو وتعمل الوقت ما يسمى إيش برلمان يعني عادته الحكومة حكومة ناجلة بودن ونشره رئيس الجمهورية في رئيس الرسمي وأصبح نافذا ويعبره عن خيارات رئيس الجمهورية الوضع في قطاع الإعلام والصحافة دارس نيب لابريس وقناة التاسعة ولكن نحب ركز معك أكثر مراد في دارس نيب لابريس واليوم جريدة لابريس تقول نهارة لخميس هي وجريدة الصحافة راهم ماهم شي بش يخرجوا كما قاعدين تشوفوا في المباشرة على الصفحة الرسمية بالأحبر بالفوق ماهم شي بش يخرجوا نهارة لخميس مراد شنو أصير عندكم في دارس نيب لابريس وانتي في جريدة الصحافة شوف أنا خلينا نتكلموا على الإعلام بالشكل العام مش فقط على نيب لابريس لأنه اللي يحصل في لابريس وليحصل في شمسة في التاسعة وغيرها من الترفيزات والإذاعات والمواقع هذا الاشكال لأنه قد جال لكم تطمين وتحديث على جريدة الابريس وقد جال نحنا وهذا كتبنا في الجيدة قلنا وهذه ربما كانت رسالة للإعلام الوطني ورئيس الجمهورية كان على بينا راهو صحفين توانسة الناس وطنيين ونها سيام بالضبط لكن اليوم ولموكم عليها مراد يعني اليوم ترجمت ما أرده رئيس الجمهورية وما عبره رئيس الجمهورية أعتقد أنه يطلب ثلاثية كاملة ترميستة ثلاثة شهور رئيس الجمهورية جاءنا هل يعقل أنه ما أذن به رئيس الجمهورية وما توجه به من ربما من خيارات تتحدث على تسويت ملف المقر على صرف المستحقات المالية متاع المواضفين في المؤسسة لليوم رئيس الجمهورية أعطاء أوامر بفض هذه المشيكلة الشيء هو المعطل للموراد شيء ما في الإدارة تحت عن رئيس الجمهورية لأنه اليوم بعد ثلاثة شهور أنه إلى حد الآن ما لم يش رئيس مدير عام في مؤسسة ثم مسير مفوض يعني فاش نستنائه يعني البارح وصلنا حتى في مقارنات ما قبل الفين وحداش قبل الفين وحداش كي جي إشارة من قرطاش من رئيس الجمهورية للطمئنة من القصبة إلى هذه المؤسسة العريقة اللي رئيس الجمهورية وقت تتصلوا برئيس الحكومة شنو يقول لكم النية والحديث الجميل الموجود رغم أنه المخاطب المباشر ما هوش موجود يعني حسب ما يحكيه طول لأنه ربما زيد هذه حاجة نقولها نصارحه بعضنا ونصارحه التونسب أنه ربما في إدارتنا الأزمة ما كناش عمليين بالشكل المناسب يعني أنا كنت نتمنى نكون عملنا فريق عمل داخل المؤسسة ونكون واحنا من جهتنا مخاطبة متاع السلطة مش فقط النقابة أساسية ونقابة فعلا النقابة صحفين لأن المسألة تتجاوز حتى هي كل المهنة بهذا الشكل لكن في القصبة مثلا مش مخاطب مثلا مش مخاطب الرسائل اللي جابية موجود أيهم مش نصبول كمان مش نعتيوكم أو لكن في الواقع ثلاثة شهور ناس ما تتجم مش تستنى المشاكل في علاقة بماذا بالأجور بالمنح بالورق بالعمل اليومي داخل سنيب لابريس ثم مستوى ثم مستوى الأول العاجل المعيشي اللي هو المستحقات المتعرامية في المؤسسة يعني اليوم السماع منح تعود إلى في سنة تثين وعشرين منهم الأجر الثلاث عشر ومنح خلط عليهم متاع مارس ايضا بعض الامتيازات من ناحة الأخرى من ناحة الليل من حتى لحد ان نستخدم خارج الأوقات الرسمية ما اخذته وثم المستوى الثاني متاع الانقاذ اللي لحد الآن ما ثميش تفاعل إيجابي معاه ما ثميش حتى في مسألة الحكم والإدارة يعني قلت أنه اليوم مدير منشورات دار لابريس خرج تقاط تقريب هذا الأسبوع الثاني إشارات إيجابية للإعلام الوطني بشكل عام لأنه هذا اللي قلنا احنا ودفعنا فيه كيف جاء سنيب لابريس ما تحدث ناشك نتذكر فقط على سنيب لابريس وتقرنا الصباح وتقرنا الموزيد كنا تبرو أنه ماركة الإعلام في تونس هي ماركة واحدة متع الناس الكل مش فقط متعلامين هذي سلطة رابعة يزيما تكون بالفعل سلطة رابعة وهذا نقوله بكل صراحة المسألة عند المحكمة وبسدد تسيير الوضع ولكن في الحقيقة الوضع مقلق نوعا ما وهذا نقوله بكل صراحة ونحن موجودين هنا في الدفاع عن هذه المؤسسة وفي توفير المعلومة يوميا في داعة شمسة فيهم زملائنا في التاسعة خمسة شهور بعض المؤسسة العلمية الأخرى تعيش بعض المشاكل مشكور جدا مراد على ليلة زميننا في جريدة الصحافة وكل التضام مع دار سنيب